بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهدان احنا عندنا مواسم مواسم كلها مواسم خير احنا عندنا موسم بيمر علينا دلوقتي وهو موسم سعاية الاهالي بيشوفوه موسم مليان بالأعباء بس انا بشوفه موسم مليان بالنور ليه؟ عشان الحلقة اللي احنا نتكلم عنها النهاردة هو موسم دخول المدارس بيبدأ الاهالي بقى يحسوا بالمعاناة مع اولادهم معاناتهم نهدت بقى ازاي هيذكروا بقى واول ما تدخل المدارس تحس ان الناس بتلبس ايه؟ بتلبس الافرول وساعد بتلبس المموه هشان تنزل بقى ايه؟ عتقاتل واحساسهم بيبقى عندهم احساس عالي بالضغط سواء الاباء او الاولاد سواء الاباء والامهات او الاولاد لكل البيت بيحس بانه هو دخل في زيت مغلي كله حط ايده في زيت مغلي ويحسوا انه الضغوط دي اتفوق طاقتهم ده حقيقي بيحصل كده من الناس وبيحسوا ان المدارس دي لما بترجع هما بيفضلوا سكتين الاباء والامهات سكتين مش قادرين ينطقوا بس هما حاسين انه هما في لحظات معاناة وتعب وكد وساعته احنا في عز التعب والمعاناة ده بننسى نسأل نفسنا هو احنا بنعمل ده كله ليه يعني سواء اللي احنا بنعمل ده كله ليه نيجيه لك عشان نعلم اولادنا طب هو السؤال بقى احنا بنعلم اولادنا ليه وايه انسى بالطرق اللي ممكن تساعدنا على تعليم اولادنا وان احنا نتعلم بيها عدم معرفة اولادنا الجواب على التساؤل احنا بنتعلم ليه بيخليهم حاسين ان التعلم عب وضغط ايه ده واحنا ممكن نقول ليه ما يكونش اولادنا عارفين هما بيتعلموا ليه من غير محد يزعى اه هما شايفين ان التعلم ده احنا بنعلمهم ان التعلم ده هو ده تتطور الطبيعي للحياة التطور الطبيعي للحياة ان انت تكون بتلعب في النادي او بتلعب في البيت وبعد ما تلعب تروح المدرسة عشان تعمل ايه عشان اتعلم يعني ايه بقى اتعلم هو مش عارف هو عارف ان ده التطور الطبيعي للحياة ان انا اروح الكيجي يعني ايه تروح الكيجي هو مش عارف وزيك اول الواجيبات على المربي اللي هو الاباء والامات وكمان الاسادزة حتى في الكيجي حتى في الاول خالص انا بحب ان التعلم ده ما يبقاش فكرة التعلم النظامي المدرسي لكن فكرة التعلم اوسع بكتير من التعلم في الحضانة او في المدارس او في الجامعات المربي لازم يعلم ابنه حقيقة مهمة جدا ان انا تشوفوا ان انا بقى دايما بستخدم لفظ ايه المربي ما بقولش الاب او الام على فكرة مش كل اب مربي ومش كل ام مربية فلازم نعرف ان التربية مهارة زائدة على الولادة والابوة النسبية يعني احنا عشان نقدر نربي اولادنا عايزين مهارات فوق ان احنا ذكروا انثى واحدة ولدت واحد كان سبب في هذا الميلاد فاحنا محتاجين نعمل حاجة فلذلك اول حقيقة لازم نعلمها لأولادنا عشان نقدر نخليهم يعرفهم ما بتعلموا ليه ان العلم حياة يعني ايه لا من العلم حياة مفيش خطوة من خطوات حياتنا الا و بنحتاج فيها الى العلم انا و دلوقتي بكلمكم انا محتاج ان انا اعرف اتعلم ترتيب الكلام انا و بحتاج ان انا اكل عارف ان انا بعض القواعد اللي لا تتعلق بالاكل فانا كل حياتي محفوفة بالعلم فالانسان ما يقدرش ينفك ولولي لحظة ولولي نفس عن العلم اذا لما بنقول ان العلم حياة فده شيء مهم و شيء حقيقي اما اختزال العلم في فكرة ان الدراسة غايتها تحصيل الدرجات او تحصيل الشهادات او حتى و ما حدش يزعل او حتى ان العلم غايته ان نجاهز حد لسوق العمل مش هو ده العلم دي اسمها الدراسة الموجهة لكن العلم اوسع بكتير من ده يبقى احنا مش محتاجين ان احنا اختزل العلم اختزال العلم هو اختزال للحياة ولذلك من الضروري من الاشياء الضرورية جدا والمحفزة الاولادنا على التعلم استثمار اللي تعلموه في انشطة ومجالات متنوعة في حياتهم مش مقتصرة بس على انه ما اكتسب قرش مثلا اما بيمرسوا رياضة معينة وتعلموا منها مهارة زي مثلا تسديد الاهداف فاتشجعهم وتدربهم على استثمار المهارة دي في مجالات الحياة المختلفة وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان حاطة الرياضة علموا اولادكم السباحة والرماية وركوب الخير لما ديجي تشوف التلات انواع من الرياضات دولة هتجدهم حاجة غريبة جدا جدا بيعلم الانسان المبادرة بتعلم الانسان عدم الخف من المخاطر بتعلم الانسان كمان ان هو يكون فارس نبيل هتعلم الانسان الدقة في الاصابة فانتوا بتعلموا الرياضة لازم تعلموا ان الرياضة بتحمل المعاني فتخليهم يعيشوا حقيقة ان العلم حياة شوية شوية تتحول المعرفة عندهم الى وعي وانا دايما بحب ان انا اعرف الوعي عشان الناس تبقى عارفة يعني ايه ايه المهم يا سادة ان احنا ننتقل باولادنا من العلم الى الوعي ايه هو الوعي بقى الوعي هو المعرفة الجهزة ان احنا نعيش بيها او بالتعريف الوعي هو المعرفة المهيئة للعيش بها يبقى احنا عايزين اولادنا ينتقلوا من العلم الى الوعي والرب معنى ان العلم نور بينور الانسان وبيمهد ليه الطريق اللي عيمشيه ما تقولش الابنك ان علم نور بس انت بتقوله العلم نور بتقوله علم نور عشان يعمل ايه يساعدك في الاختيار اللي قد الحسن يساعدك في اتخاذ القرار العلم هو اللي يخلي الانسان فعلا يحس بهذا الامر بقوله تعالى او من كان ميتا فاحيناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس يبقى ايه اللي حاصل يبقى العلم بيخرج الانسان من الظلمات الى النور تخيل واحد عايش حياته في الظلمات هيبقى ميت فتعلمه ان العلم بيحررك بيحررك من سجن الجهل او سجن التبعية لحد يستغل جهلك او يحررك ويخليك حر من سجن الافكار السودة فالقلب بيتطهر من كل الاوهم والكآبة اوفوا معايا شوي اوه حد منكم يحس ان الكلام اللي انا بقوله دا دا كلام كبار لا دا كلام لو ناس صغيرين دا كلام ببتدمئ عن انسان من هو صغير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا عبدالله بن عباس وهو صغير يا غلام سم الله وكل بيمينك هو نفس نفس غلام في نفس فترة جول آسى اللي هي السبى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه استعن بالله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله إيه ده ده معاني كبيرة قوي دي لازم عشان أنت تكون مؤمن أن العلم حياة لازم تعرف أن المعالي الكبيرة اللي أنت بتقولها هي على قد اتساع ونقاء ابنك فبتدي يكلمه عن المعالي الكبيرة دي من هو وصغير وعشان كده من أهم الحقاق المهم ترسخها في أولادك من صغره أن التعليم تكريم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر فمناط التكليف هو العقل ومناط التكليم هو العلم تعرفوا أن نحن مكرمين لأن نحن جاهزين للتعليم قال له إزاي قال له لأن الله سبحانه وتعالى قال وعلم آدم الأسماء كلها يعني آدم أصبح مكرم ومكرم على الملائكة بأنه قابل للتعليم وأنه ربنا علمه فعرفنا أن الإنسان مكرم لأنه قابل للتعليم لأن الله متعرفه أن المعلم على الحقيقة هو الله فيجيله معلم مؤذي مثلا بعد الشر يعني كل معلمين إن شاء الله مليانين نور وبركة لكن معلم أزاء أزاء ومن غير ما يقصد أو أزاء فما يكرهش التعليم ليه؟ لأنه هيعرف أن المعلم ده لافتة أداء للوصول للعلم صحيح ومكرم لكن ما يساعده ما يكرهش العلم ليه؟ لأنه هيعرف أن ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبش الطريقة دي فيفضل يدور لغاية ما يلاقي التعليم اللي يوصلوا إلى الله سبحانه وتعالى أحياناً الأولاد بيفقدوا المعنى ده لما يحسوا أن رحلتهم في الدراسة فيها كتير من الشعور بالمهانة لما يتقلقهم كلمات زي أنا آسف أنا آسف أنا آسف ويريط المعلمين يسمعونه وأنا عارف أن فيه تغير كتير جداً 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 حصل في قضية التعليم لم يقولوا يا غبي يا فاشل أنت ما بتفهمش الكلام ده كل ما ينفعش كل الدول وتجارب الدول المحترمة إيه وهتقول لحد كده هو بتعلم حتى لو كان طفله صغير عارف ليه؟ إن الملائكة ده جاي في زفة من الملائكة حضرة النبي بيقولك إن اللي جاي يتعلم ده ده جاي في زفة من الملائكة إيه ده؟ حتى اللي بيدخله في الكيج عندنا هو بيدخله في المدارس أيه حتى دول إن الملائكة لا تضع أجنيحتها لطالب العلم رباً بما يصنع وإن طالب العلم لا تستغفر له الحيتان في الماء فصبر المربي والمعلم على أولادنا وتلمزتنا واحترامهم وتقدرهم على إنهم ناس جايين بيقدوا واجب هم إنت يعني بقول للمعلم الطفل اللي جاي بيتعلم ده هو إنت إنت بتاع بقر فإنت لو أهنته إنت بتهين نفسك لأنه هيوقف في المكان ده أين كان المجال ده مجال الهندسة مجال الطب مجال الشريعة فهو وقف هيوقف مكانك فإنت لو أهنته إنت بتهين العلم اللي إنت ربنا كرمك به فلازم نعلمه إن معنى التكريم ينمو ويكبر جواهم بالاحترام فالتعلم محتاج نفس وصبر آه والله ولزيك إيه اللي حصل البلاد البلاد اللي بتتقدم وبيحصل لها نقلة حضرية بيحصل لها ده إزاي باحترام المعلمين وتقدره مش بس أنا دائما بسمع الكلام ده كتير لا 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 واحترام المتعلمين مش احترام المعلم بس واحترام المتعلم كمان لازم نتعلم ده لازم ده يبقى حقيق عندنا نحترم المعلم ونحترم المتعلم أيضا لأنه لما بنفقد الأمل في أولادنا بيفقدوا الثقة في نفسهم وفي الغالب حياتنا بتسوق يبقى أولادنا مختلفين وقدراتهم مختلفة وما دخلهم متنوعة في التعلم حد بيمين للتعلم من خلال الملاحظة والتأمل أكتر وحد بيمين للتعلم من خلال كمان المشاركة الجماعية مع الناس فده هيتعلم إزاي إنه يدخل في فرق عمل ففي ناس كتيرة التجارب مختلفة والتعلم وسائل مختلفة وذلك رسول الله سلم ساب سيدنا أنس بن ملك يتعلم بالملاحظة فيقول فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته أو لشيء تركته لما تركته فعلم سيدنا أنس كده وممكن يعلمه بالتحفيز بالحلم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم حط حلم عند سيدنا الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بي بين فئتين علمه كده بالحلم بالأمل فمن الرحمة إن إحنا نعمل إيه ننطلق من قدراتهم مش ننطلق من إرادتنا إحنا ونبدأ نتحرك معاهم لقدام خطوة خطوة من غير توقعات عالية مننا تخليهم يحسوا بالضغط ويحسوا كمان إن هم لازم إيه اللي حاصل يتشتتوا في التعلم عشان يقدروا يحققوا اللي إحنا عايزينه وتذكروا إن المعلم لازم يبقى عنده حاجة مهمة جدا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما كان الرفقه في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة أنا عايزة أقول لكم حاجة حاجة مهمة قوي كان من أكتر الحاجات اللي انتفعت بها كتابين مهمين جدا جدا منه صفحات من صبر العلماء على شدائد البحث والتحصيل لكتاب الشيخ عبد الفتاح أبوغد كتاب تاني في الرسول المعلم بيذكر فيها أدوات كتيرة جدا 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 في تعليم الرسول اللي صلى الله عليه وسلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من أهم الحاجات اللي كان بيستخدمها أنا ليه بقول ده المعلمين لازم ينشطوا نفسهم شوية ويشوفوا طرق كتيرة جدا جدا يتعلموا بيها فرسول صلى الله عليه وسلم كان شديد المرعال الفروق الفردية بين المتعلمين فكان بيخاطب كل إنسان بما يفهم وكان يجيب كل سائل بما يتناسب معه ويتناسب مع حاله مرة يعلم بنته صغيرة بأنه يسيبها يلف معاه هي بتتعلم بالمشاهدة هي عايزة تسيح وتتعلم بالسياحة تعلم بالاستكشاف فحضرت النبي بقى معاه وكان بيراعي مستوى المتعلمين فما كانش يعلم المفتدئ زي المنتهي اللي أتقن العلم وبقى بيستخدم مسأله بيسر وبيقدر يستدل عليه وكان حضرت النبي ينوع في أساليب التعلم فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعلم حد بالمزاح مع أصحابه لكن ما كانش يقول غير حق صلى الله عليه وسلم وكان يعلمهم كتير من الأمور خلال الممازحة وكان يجعل المحبة تسري في التعليم أفكركم بس شوية ومثلا من أدوات تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إيه إن نسبة الإنسان إليه إنه لما يجي علم حد ينسبه إليه فيقول له يا أخي فرسول الله صلى الله عليه وسلم مرة الحاكم دخل الصلاة فقال لهم السلام عليكم أو عطس فحمد الله فقال الصحابة قاعدوا يصمتوا يسكتوا فرسول الله صلى الله عليه وسلم إيه إيه حصل بعد ما خلصوا هو منتظر بقى أواخارة سترعب فمنتظر أن بعد الصلاة حضرت النبي يعيشد عليه ليه ما هو بوز شكله بوز الصلاة لأن الصحابة قاعدوا يسكتوا طبعا ما تكلموش في الصلاة بس باين عليهم إنهم بيسكتوا فبيقول ليه فأنعم به من معلم فما نهرني وما كهرني ولكن قال لي يا أخي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان من أدواته يكلم الواحد باسمه كده ويكلمه عشان يحس إنه هو أخوه فيقول له يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدع إني لا أحبك فلا تدع في دبر كل صلاة أن تقول الله معيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم بالسؤال يسألهم أرأيتم لو أن نهر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درانه شيء قالوا لا يبقى من درانه شيء قال فكذلك الصلاة الخمس يمحوا الله بهن الخطايا أدوات كتيرة جدا 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 كان يستخدمها الرسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليم وذلك التعليم يستمر معنا ويستمر كمان أدوات كتيرة من أدوات حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مع التطور للتكنولوجي بقى والزكاة الاستطناعة والسوشيال ميديا قدمت لنا وسائل كتيرة مبتكرة ممكن تساعدنا في التعلم بشكل كبير لكن كمانا محتاجين ننبه للتحديات اللي بتقابل أولادنا في عصر السوشيال ميديا زي التسطت بسبب الإدمان الألكتروني فلابد نحن نساعد أولادنا على أنهم يعتدلوا في استخدام هذه السوشيال ميديا اللي وصلتنا في بعض الأحيين إلى حاجة اسمها السيولة المعرفية المعرفة ما بقاش لها لا ضابط ولا رابط كلها معلومات معلومات والمعلومات غير العلم فاحنا عايزين نأسس في أولادنا السمود المعرفي وعشان كده فالتعلم الحقيقي دي هو أركان وعشان كده لازم نتعلم أركان التعلم الحقيقي اللي هو الطالب والمعلم والكتاب والمنهج كمان ولازم يكون الجو العلم وعشان كده لازم ننمي في أولادنا إجراءات بسرعة التعلم من كل شيء حوالين ومن المواقف اللي بتمر علينا تاني حاجة جربوا مع أولادكم سلوب التعلم المتبادل اتعلموا من أولادكم وعلموا أولادكم تالت حاجة لازم نعملها كمان وإحنا بنتعلم بالتعلم المبادل مع أولادنا علموا أولادكم أنهم في معية الله وهم بيتعلموا وعلموهم أن كل شيء يستغفر ليهم أن الملائكة تطع أجناحتها لطالب العلم رضا بما يصنع علموهم أن الحيتان في الماء تستغفر لهم علموهم أن الكون كله في حالة من حالات التناغم معهم وهم بيتعلموا لما تعلموهم كده أظن العلم هيبقى لي معنى تاني في حياتهم والعلم هيبقى حلاوة الحياة لأن العلم حياة فاصل ونرجع نستخدم أسئلتكم المباركة ونكمل حلقة من حلقات العلم اللي بنرجو أن ربنا سبحانه تعالى يمدنا فيها بمددي وبجماله ونتلقى أسئلتكم ونجاوب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على فيسبوك صفحة بن نمج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتستمر مجالس العلم فيها جسر اسمه صفحتنا عشان نستمر ويبقى النور والبركة كمان بيننا وبينكم ويبقى مدد ربنا سبحانه تعالى وصل إلينا ونتلقى أول سؤال من حضراتكم ومعنا الأستاذ محمد من الأليوبية وأستاذ محمد تفضل سلام عليكم أفن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقول لحضراتك أشيخ يعني هو سؤال يعني بقول لحضراتك دي الرزق ده ممكن يكون ابتلاء ولا عقاب من ربنا ولا إيه وسط هقول لحضراتك صد بس حضراتك عايزة تكمل أكمل بس وأقول لك بعد كده حضراتك أسانا يعني يعني عندي دلوات حبارة 46 سنة ومفيش يعني يعني العملية ضنك خالص ضنك طيب مش حاجة وتاني حاجة معلش يا شيخ بردو أنا عدريك أنا ساعات بغي أتوضع عشان أصلي ومجأ أخش على الصلاة أكيد في وشواس أه حاجة لهاتني كده ووعدة هنا إنه حاجة ما بغي أصلي الفرد التاني ده أكل علي طيب ميش وما بخش على الفرد وصلي الفرد ببقى مدائم من نفسي إن أنا ما صليتش الفرد ده طيب أو صليته متأخر أو أي حاجة وبعدين أنا سريع الغضب جداً أنا مش عارف أصبط الدنيا معي حاضر من قصر النظر ليه طيب أول حاجة في ضيق الرزق ربنا كتب هذا الضيق مش عشان يعذبنا عشان يهذبنا عشان يشوفنا عن استمر ولا لا عشان يشوفنا عن نوع مصادر دخلنا ولا لا عشان يشوفنا إحنا نتعلم حاجة ندير بيها أزمتنا ولا لا إن ربنا غني على إنه يعذبنا اللي أنا بقوله لك ده مهم جداً جداً في كل الكلام اللي أنت قلتولي حتى في أسئلتك التاني إن أنا عايز أعرف إن ديق الرزق ده ده لإن أنا كنت حاطة سيناريو لحياتي السيناريو ده بعيد عن تدبير ربنا لي السيناريو ده أنا اللي اخترته وأنا اللي حطيته لكن أنت حتى لما أكلمك تقولي والله أنا مش عايز السيناريو ده يعاني زي زي بقيت الناس مين قالك إن اللي يسلح حالك هو زي كبير زي بقيت الناس الله يبسط الرزق قريما يشاء ويقنر يبقى الله سبحانه وتعالى بينظم الأقدار بينظم الأقدار على إيه؟ بمقدار ما يفتح لك أبواب الأنوار فالرزق ده لو كنت أنت حاصر الرزق فقط في الفلوس اللي بتمسكها عشان تشتري بيها أكل للأولاد أو تشتري تدفع بيها مدارس الأولاد فأنا معاك إن ممكن ده يكون دايع بس مين قالك إن كل الرزق اللي ربنا بديو لك دايع؟ مين قال إن مفهوم الرزق بس في الفلوس؟ مفهوم الرزق كل شيء رزق العلاقات رزق إن أنت حتى الآن تكون واسق وعندك يقين بالله سبحانه وتعالى إن هو واسع العطاء وإنه كريم رزق صلاتك رزق كل دا رزق فإذا كنت أنت بتقول إن أنا بيضيق رزقي وأنا عايز ربنا سبحانه وتعالى يوسع علي رزقي مسألة سهلة استمر في العمل وبإتقان وبغير سخت يوسع الله عليك ليه؟ لأنك رأيت واسع الله فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فاستمر في العمل عايز تقول لي إزاي أنا أتعامل مع ضيق الرزق؟ استمر في العمل لأن مئات ملايين الناس سمعناها ومسمعنا قصصهم استمروا في العمل فربنا وسع عليه يبقى الباب اللي دخلوا الباب الأشهر لتوسع الرزق هو الاستمرار في العمل الباب الثاني المعروف في توسعة الرزق هو كثرة الزكر وخاصة كثرة الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لازم الأول في الترتيب ده أستمر في العمل وأصلي على حضرة النبي وأذكر الله ذكرا كثيرا حيات تلتا الاستغفار قلت استغفروا ربكم إنه كان غفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار يبقى أنت عايز يتسع رزقك أكثر من الاستغفار أكثر من الاستغفار وفي قصة رائقة فائقة في قصة رجل كان كثير الاستغفار فضيف الإمام أحمد هو كان ما يعرفش الإمام أحمد فقال له يا أخي هل وجدت شيئا من بركة الاستغفار قال ما دعوت دعوة إلا والله استجاب لي إلا دعوة واحدة قال له طب أنا معلش أنا عندي شغف إن أنا أسأل ما هذه الدعوة قال أن أرى الإمام أحمد بن حنبل فقال لابشري يا أخي أنا الإمام أحمد بن حنبل وقد استجاب الله لك لكل دعواتك لأنك لازمت الاستغفار بقى ثالث حاجة لازم الاستغفار بس أنت بتعمل الكلام دا بتعمل الكلام دا مش عينك على إني إمتى ربنا يفتح علي الرزق لكن عينك على إنك أنت تدخل في محبة للصف هيعطيك عطاء وياسعا ولا يتركك إلا وقد شرح صدرك ساعتها بقى أتجد نفسك سهل إن أنت تدخل تصلي الفرد ساعتها أتجد كل الأمور بتسهل عليك وساعتها مش هتضيع فرد أبدا لإنك أنت ساعتها تروح تصلي وإنت بتحب ربنا ومقبل على الله سبحانه وتعالى إياك تحس بالمظلومية لأن ربنا سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحد ربنا ما يظلمش حد خالص عارف ليه؟ لأن على فكرة عطاءه ده فضل من عنده كل حياتنا دي فضل من عنده فما فيش حد ممكن يقول لحد لربنا أنه ظلمه لأن حدش بيقول لواحد بيحسن إليه وبيتفضل عليه انت دتني إليه أوليه ولا كتير لأن الله سبحانه وتعالى يتفضل على عبادي يبقى أنت لو عملت التلاتة دولة ربنا يوسع عليك ويبارك لك وإن شاء الله ويفتح عليك فتوح العارفين أستاذ سيد من القاهرة يتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ سيد الله يخليك عم الشيخ أعبار حضرتك فضل ونعم الحمد لله يا ربي دايما يا ربي دايما الله يرضى عم يعيشي بس النبي يا شيخ بس حضرتك بالنسبة لصلاة الفجر ما بصل لاش في وقتها ليه بقى لأن أنا بخلص شغلة كده على الساعة اتنين ونص فبروح أنام بقى أقوم على الساعة عشرة كده طيب يعني أنت شغلك شغلك بينتهي الساعة اتنين بص يا حج سيد مدام روحت البيت وحاولت أن أنت تتخذ من الأسباب أن أنت تصلي فما قدرتش وسعيت متأخر فصليت الفجر أول ما تصحى ليس عليك إسم أنا أول بصلي أول ما بصحى بصلي ضحى ويا حج سيد إيه وأتسمع كلام الناس اللي بيقولوا لك إيه لو شغلانتك دي هي الشغلانة الوحيدة اللي بتكون منها إيش إيه وأتسمع كلام الناس اللي تقول لك إيه طب غير شغلانتك وروح اشتغل شغلانة تانية عشان تقدر تصلي الفجر أنت ما عملتش حاجة إيه إنت دلوقتي عملت إيه تمام اشتغلت آه إنت عملت سنة رسولي بالضبط اشتغلت فشغلك رجعت من شغلك حاولت تصلي فإيه اللي حاصل غالبك النوم فجاء لك حضرة النبي وقال لك إيه من نام عن صلاة أو ناسيها فليصليها إذا ذكره يبقى أنت خلاص تقوم تصلي الفجر وإن شاء الله ليس عليك إسمي إذا كنت إنت أخذت كل أسباب اللي إنت بيها تصلي الفجر إن شاء الله وما تخليش حد يوسوسك يا حج سيء نعم أستاذ سامح يتفضل أي يا فندي ألم أتعوم أصالحاً لأرزوم أنك أسل مالياً جروني أقتر موسى أستاذ سامح أنا أستاذ سامح حضرتك أستاذ سامح واحدة واحدة بس إنها أستاذ سامح حضرتك كويس هو قال إيه طيب أستاذ سامح معلش لو سمحت عيد 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 اتصال حضرتك بينا تاني إن إحنا عايزين نسمع سؤال حضرتك نعم إذن يا سادة لازم ببساطة خالص لازم نعرف حاجة مهمة جداً 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 في كتير من الناس هما بيفتوا الناس بيعملوا لهم إيه ولزيك إحنا عندنا لا نفتي بالأيسر عدي بالك بس ما تتسرعش معي ولا نفتي بالإيه بالأشد نحن نفتي بالأصلح يعني إيه يعني إحنا مش هدفنا إن إحنا نعمل يبقى الحكم الشرعي بحكم معين فنسحل للناس نديهم بونس يعني لا ما بيحصل الفتوى عندنا فتوى تصلح حال الناس تصلح حال الناس يعني إيه تجعلهم أقرب إلى الله وتجعلهم أدوم في ذكر الله وده تهدي الفتوى كده فالفتوى بالأصلح زي ما بنص على ذلك الإمام الإسناوي في التمهيد وغيره إن الفتوى تكون بالأصلح بالأصلح يعني بس سبحان الله لما تمشي أنت على ضوابط الفتوى وصول الفتوى تأكد إن الفتوى بتوصل في الآخر إن هي إن الفتوى بالأيسر هي الفتوى الفتوى بالأيسر اللي الناس بتقول اللي هو بالأسهل بالأيسر هي الفتوى اللي بتحقق مقاصد مولانا سبحانه وتعالى فلازم نفهم ده بشكل واضح عشان ما حدش يقولك الناس بتتساهل لا ده مش تساهل ده ضوابط الفتوى اللي بنلتزمها هي اللي بتخلي الناس تحس بيوصل الله سبحانه وتعالى عليهم الضوابط بتعمل كده نعم السيدة محمد تتفضل حجم محمد السلام عليكم آه نعم سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس انا عبقى ممسوط حجم محمد عبقى ممسوط اكتر لو ان حضرتك توبط التلفزيون شوية وتسمعيني من التلفون عندي سؤالين وط التلفزيون يا ورد ماشي حاضر كده لو سمحت زي الفل ماشي انا عندي سؤالين حضرتك يلا يا حاجم محمد دلوقتي انا عندي ابني تعبان يعني وكن كويس سمعيني حضرتك سمعك اوه مركز تعب اصدك ايه اصدك تعبان وكان كويس يعني تعب نفسيا يعني انا ابني كان مستشهد في سينة وبعدين ابني التاني اللي تحت منه تعب وزهل عشان اخوه اوه بقى يمشي مع الناس في الشارع يشرب حاجات وحشة وبص مضيع الدنيا خالص وعزقت دعيله لو سمحت ويربنا يهديه وشير منه الحاجات اللي بيشربها دي طيب انا وانا والسادة المشاهدين عن دعيله ان ربنا سبحانه تعالى يصلح حاله ويطيب حطره ويخليه في خير حال ويهدهولك وان شاء الله ربنا سبحانه تعالى يشرح صدره ويخلي حاله على احسن حال ان شاء الله يا رب يخليك عم السيخ السؤال التاني حاجة امو محمد يا رب ده حريس والله وزي الفل وكان حلو هيبقى زي الفل وهيتجوز وهتفرح بيه ان شاء الله انا دلوقتي بنتي حملة معاش طيب بنتي حملة معاش بتاعي بتاع اخوها وبتاع ابوها طيب والوقتي جزها كان تعبان والحمد الله خفي يعني بقول لها رجحيلي المعاش تاني حسن انا تعبانة وعند بنتي لسه متجوزتش احدا معاها يا ابن اللي هو تعبان ده بقول لها رجحي المعاش بتاعي تاني طيب اقولك حاجة يا حاجة امو محمد اسمعي بس هي معنى ان هي عملة للمعاش ده وبتاخد المعاش ده معناها ان هي الجواز بتاعها مش رسمي يا حاجة امو محمد اه ما هي المعزون ده المعزون اللي راح تطلعها المعزون طلعها المعزون حسب وجواز دلوقتي ما بقاش جواز رسمي صح جواز لها تاني عند المعزون لا استني بس يا حاجة امو محمد لا احنا جواز لها تاني عند المعزون بقى بس مش موسق صح مش موسق الورقة مش عليها ختم النسر صح ما طلعيتش اشهادة صحية ولا حمل التحليل يوجوز لحد دلوقتي يعني هم دلوقتي مش متجوزين رسمي متجوزين عرفي لا متجوازين عند المعزون سنة يعني عند المعزون ردهم لبعض ردهم لبعض ازاي ازاي استني بس يا حاجة محمد هم ردهم لبعض ازاي وجوازهم رسمي ازاي وبتاخد المعاش هتاخد المعاش ازاي وهي اصلا فالجواز اكيد جده مش جواز رسمي ده طيب انا اقولك 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 اكلمك يا حاجة امو محمد اه يا قلبي بسراحة ده مرار طفح يعني ما يرضيش ربنا اللي بيحصل ده يعني ده لو ده لو حقيقي يعني ايه اللي حاصل بنتنا العزيزة لو هي وبقوله هو بنتنا العزيزة عشان محدش يفهم غلط خالص عملت ايه بيعملوا كده فيه ناس كتير بتعمل كده تروح تطلع عند المعزون عشان تعمل ايه عشان تروح تاخد المعاش اللي هو في الحقيقة مش حقاه ده مش حقاه لان هي متزوجة وعلى فكرة ان هي تروح تطلق نفسها عشان تاخد المعاش ده حرام ليه طيب لان لا يجوز الانسان ان هو يطلق الجواز ده حاجة عظيمة اوي حاجة جليلة حاجة من ارقى واعظم الاشياء اللي موجودة في حياة الانسان ده من اقدس الحاجات احنا اللي جوزنا ربنا فاحنا بتعدى على حرمة وقدسية الزواج فييجي حد يروح منطلق وبعد كده يروح منجوز جواز عرفي او حتى يكتب ورع عند المعزون والوسيق والوالقة دي ما توسقتش فانا بقول لكم يا هذا الفعل حرام ان الناس تروح تطلق نفسها عشان تاخد المعاش لا ما تعملش كده الجواز ده مش احد الاسباب المجيزة للطلاق الناس لما تطلق تطلق عشان تفارق الطلاق معناها الفراق فيمساكم بمعروف او تسريحهم باحسان ما فيش حاس معها ان احنا نتطلق ونفضل مع بعض والمأزون اللي يعمل الكلام دوته هو آثم ايضا المأزون اللي يخلي الناس يكتب للناس ورع كده ومتوسقش فهو آثم ايضا طب والحل هو ايه ارجوك يا بنت العزيزة روحي وثقي زواجك روحي وثقي زواجك لان هذا اللي معاش مش من حق روحي وثقي زواجك انت صاحبة زوج هذه الدولة تعطي المعاش وتجعل البنات تستحق المعاش التي لسنا من اصحاب الازواج وانت صاحبة زوج انت صاحبة زوج فالمعاش مش من حقق اتق الله سبحانه وتعالى لان ده ما يجوس نعم السيدة امو محمد تتفضل السلام عليكم يا خير يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله بركاته والله يا شيخ انا كنت عايزة استشير حضرتك في انا بنتي كانت متطلقة وخدت بنتي بنتي ربيتها وبعد كده قعدت معي 16 سنة وراح تطلبوها زيارة وكانت متقدم لها واحد واحنا منهوه والاقل هنا مطلقة موفقين عليه فانا دلوقتي اهو اعيز عشان تتنزل عن نفقة هو صعب مني النفقة يعني والدها لما خدها وحاول يجوزها الشخص ده قطع عنك النفقة فانت متأسرة دلوقتي انه هو خد البنت كأنه خدها على الجهاز بعد ما تربط وعيجوزها عندها كم سنة ما ينفعش تجاوز لازم تلقب لغو السن القانوني ولا جاوزت قبل السن القانوني يبقى ده ممنوع لا ما يخطوبة بس خطبها لب الزبل بس وقال مستني سن القانوني ما يهيك طيب بعدين انا اعمل ايه الوقتي النفقة واخدها طلع لي شادة وفنة انا متوفية عشان يسحل النفقة اللي عمتها انا مش عارسة اعمل ايه وانا ولا حاجة ترفعها دي عشان تاخدي حقك لا انا هذا الوحدي وليس بعيد عني وانا بقول لك هو يا بنتي انت دلوقتي عندك دلوقتي واحد زور ده الراجل زور الراجل زور لك شهدت وفاة اه يا فندم انت يعني حضرتك دلوقتي المتصل 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 للميت يعني يعني انت بتكلمي علي في التليفون دلوقتي وانت متوفية اه هو طلع كده لا وانت لازم تعرفي ان ده ممكن يبوز حياتك كلها يعني انه هو طلع شهادة ان انت متوفية ده يبوز حياتك كلها فلازم انت تروحي ترفعي قضية ان انت عايشة طيب والنفقة مش عايشة مش عايشة خلاص النفقة ترجع بقى فانت لازم تثبت ان انت حية وما تتركيش الكلام ده واللي بيحصل ده ده يضمر حياتك يا بنتي انت لو حبيتي تاخدي اي حق من حقوقك اي حد يرفع قضية في المحكمة ان انت ميتة وان انت ملكيش حق وان انت لازت ذات صفة فبنتي لازم تروحي تثبيتي الكلام ده وتثبيتي ان الكلام ده تكلام تزوير ان شاء الله ربنا يوسع عليكي وربنا يحفظك من كل مكروه يسوق انت وهي ان شاء الله ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليكي ويرفع عنك ويجعلك في خير حال وينزع عليكي من الرحمات والبركات ما يوسع به رزقك ويريح بالك ويزيح عمك يا رب انت ومن تحبين يا رب العالمين والسادة المشاهدين يا رب العالمين يا رب اجعلنا في حماك وجعلنا في ودك وجعلنا في حفظك وجنبنا حوادث الايام واللالي وجعلنا يا ربنا في امانك وفي ضمانك ويسع علينا ارزاقنا واكرمنا بما تكرم به احبابك واصفيائك ووليائك يا رب العالمين نحن الضعفاؤك ومساكينك نرجو رحمتك ونطلب منك يا ربنا ساعة الارزاق ونطلب منك يا ربنا ان تحمل عنا فقراؤك ومساكينك لائذون ببابك واقفون على اعتابك فلا تردنا خائبين واكرمنا بكرمك يا كريم واجعلنا يا ربنا دائما في الصالحين واجعل حياتنا يا ربنا مع الصادقين واجعلنا يا ربنا اذا انتقلنا اليك امينين واجعلنا يا ربنا في من كتبتهم في جنة النعيم مع المصطفى الامين الكريم يا رب العالمين اكرمنا برضاك في كل وقت وحين اشتركوا في القناة على المصطفى یعنى